السلام عليكم بدون مقدمة سوف نفهمكم التغيير الطاكتيكي في اللايف قلت لكم بالنحاء مدافع مع اللايف والنرفازة والماتش خلاص والنتيجة لم أحضرتها مليح كنت نقول لكم خرج ديفونسير دخل آتاكن هو خرج مليو تيران فيما نقول لكم مليو ديفونسيف نقول لكم ديفونسير خرج مليو ديفونسيف اللي واسمه باز رقم 17 ودخل آتاكن والله والمدربين ينحيونا المليو على بالهم بلي المليو تيرانا رايعهم كانوا يلعبوه بخمسة ثلاثة ثنين وبهد التغيير الطاكتيكي وش دار نحو مليو ودخل آتاكن ولا يلعب لك بثلاثة اربعة ثلاثة طلع عليك الأظهيرة كما راكم تشوفوه هنا بداية المباراة خمسة ثلاثة ثنين هنا كيف كيف الدقيقة الساديسة كانوا يلعبو بلوك با خمسة ثلاثة ثنين وبعد التغيير الطاكتيكي شوفوا التوقيت مليح بدل قعل الخطة ولا يلعب بنزعة هجومية بثلاثة اربعة ثلاثة بدل الخطة أثناء المباراة ونحن قاعدنا نلعبه كيف كيف ولا يطاكي فينا على الأرويقة ولا يبروفيتي من المساحات اللي كان يخليهم أيت النوري ولا يطاكينا في عدة مرات من هذه الجهة كما هنا يا بار اكزامل هنا تشوفوا التوقيت الدقيقة 43 بعد التغيير ولا يهاجموا في هذه المناطق راح يكون عدة وضعيات راح نضع عليهم في باقيه الفيديو ما هذه قبل المقدمة الأمر المحير وأسوأ أمر اللي شدوا في المباراة لماذا لا يوجد المنطفوق علينا؟ هذا المدرب كان يخطط ويشوف أن نلعبه وكان يتجد رأي أرى 40 دقيقة للتغيير ما الذي يتجد؟ أرى بالمليوتران لدينا رلاليير لدينا بالناصر وشايبي كانوا يطلعون بثاف كانوا يطلعون وش دهار؟ أو حتى مليوتران رقم 16 من هذا المظل ولا يطاكيه في دهار لدينا بالناصر وشايبي كما كانوا يطلعون أو يطاكيه في الخروج لهم السريع أو يطاكيه هنا في دهار لدينا كانت منطقة فارغة ويستغلوهم في الخروج بالكرة والتحول للهجوم القارحو بنطالب واحده أمام زوج مليو تيران ويزيد هذا الأطاق الذي يدخل الكوشمار لذلك القارحو محاصر كانوا يطاقوا فيه ويجب أن يتنرفز حتى يظهر المدرب يقولوا يا أخي لدينا خطة لن نتعلم المليواتين كان قادر يدخل البلاسك بالنصر ويدخل في مليو أوفنسي كان قادر يدخل لذلك يجب أن يتعلم المليو لذلك يوجد مليو الأطاق لذلك لا يوجد مشكلة على اللاعبين تقوم بإمكانكم بإمكانكم خسرنا تقوم بإمكانكم نرى المدرب يحب أن يترطق ويجب أن يفهموا هذا العفاية لذلك يجب أن يزعف أكثر من المهم المشكلة الثانية في أنغولا لماذا في الـ 200 أو عندهم وضعيات وماذا يسيطرون على وسط الميدان لذلك الثلاثة الفوق كان جيلسون دالا كان جيلسون ناكسيال كان جيلسون رقم 10 ويجب أن يلعب بـ 352 ويجب أن يلعب بـ 352 ويجب أن يلعب بـ 2 أطاق ويجب أن يصنع ألعاب يجب أن يطالب هذا لا يستطيع أن يدخل يجب أن يدخل الخطة ويجب أن يدخل الخطة لذلك كان لدينا حرية في البناء اللعب هذا هو التغيير الطاكتيكي وهذا هو التعديل الذي يدخل أمام الجزائر كيف يجب أن يستطيع أن يدخل أيضاً أصبح في الأسطنة كائين لدينا آخرين ونظر عليها في هذا الفيديو تابعوا معي السلام عليكم سوف نتكلم عن المباراة الجزائر تحليل تاكتيكي تابعوا معي في بداية المباراة رأيت انغولا ويقوموا بالضغط عالي ونخرجوا بالكرة طويلة بماندرية فنالما لم يلعبوا هكذا دقيقة الأولى يقوموا بالأولى ولو يلعبوا بخمسة ثلاثة ثنين هذا الضغط العالي يقوموا بغير هكذا في اللقطة الأولى النية هي تسيير المقابلة نحن بدأنا بقوة في الأول الضغط عالي بلوك أفنسي سكننا لهم في المنطقة المتعة البيبليك يعيط بطريقة هجومية دخلنا بنية هجومية وهذه اللقطة اللي ربما سننخدم عليها في التدريبات في التربوسات التي عنا وقل غير عادي هي اللي سنخدمها التمريرات في ظهر الدفاع تمريرات طويلة في ظهر الدفاع بلاي ليدر شايبي في بداية المباراة الدقيقة السادسة هنا كما راكم تشوفوا تزديدة شايبي كانت خرج الإطار فكرتني فتع شايبي اللي دارها البوعناني أمام النيجر في براقي في الدقائق الأخيرة تمريرات طويلة في ظهر الدفاع بوعناني المحارز وسجلنا هدف درنا كيف كيف عاودناها هذه المرة كرة طويلة من منتصف الميدان بلايلي دائما اللي دار مباراة رائعة في ظهر الدفاع أبل دوبال تعبونجاح وسجل هدف بطريقة محكمة رقم 9 بمعنى الكلمة بيتع نميرو 9 ما كانش هدف رائع راح يشطح بعد مع بلايلي أنا أقول لكم هذه الشطحة قلت خلاص هذه هي المنعارج لقطة أخرى وين درنا كرة طويلة في ظهر الدفاع كرة مباشرة من شايبي البونجاح ضربة مقصية كاد تكون هدف الضورة هذا هو البيت الشباب قاع بلق تعالى العام تعالى الموسم لكن كان في وضع يتسلوا البونجاح للأسف بدنا بقوة وكانت هاد الكورة طويلة في ظهر الدفاع بينا بلي خدموها في تدريبات والموفمان بين باللي شايبي وبلايلي وبما اللي كانوا ينطريني وابل دوبال تعبونجاح بينا بلي خدمنا عليها ربما في التربص المغلق هذي كيا اللي خدمناها والمفاجأة قريب استعملوا نفس السلاح ضدنا حيث نحن استعملوا نفس طريقة كرة طويلة من منتصف الميدان طلب الكرة من لاعب وصل الميدان هنا يا رقم 16 فريدي كاد يسجل هدف هنا بحسن حظنا مكانش متمركز مليح توقيته مكانش جيد مكانت نفس اللقطة تقريبا وهذه قبل التغيير تاكتيكي في الدقيقة ثلاثة ناجتهم هذه الفرصة مع ذلك لم يكن لديهم فرص كثيرة لم يكن لديهم لم يكن لديهم فرصة ما لدينا هذه الأمور هذه اللعبة المباشرة طلب الكرة في المحور التنشيط الهجومي كيف سهل سنتينيل كما مع الطوغو في المتصف كيف مباراة تحضيرية سنتينيل بنطالب الأرويقة الرواق ستحركوا و يذهبوا إلى الفوق و يتطلعوا متقدمين جدا لكي يديروا التفوق العادة هذه هي هذه هي التنشيط التي سيطرنا في منطقة الخصم كانوا يموتون من الجهة اليوسرة كما لا ترى هناك في الليلة كان يهبط كان يمت تمريرات و بالنصر كان يتحرك للأهمام كما هناك عندما يذهب إلى الأهمام في الليلة أو يذكروا شيء أو يهبط و يجلب الكرة و يجلب اللاعبين و هي رايحة و بعد أن يتطلع بنصر يهبط تنشيط على الأرويقة لكي نفتحوا المساحات أي تنوري كان لديه فضل كبير في فتح الرواق هناك مع بلايلي و نطالقهم بعد في منطقة محوارية هناك مع بنصر عملية ثلاثية كانوا تحركات كثيرة من الجهة اليوسرة بكل صراحة الكوتي نستعملها كثير هناك كيف ماندي أعطى الكرة لبلايلي بلايلي كانت سنة دي دوبليمان لبلايلي كانت بالنصر تانيت في المنطقة كانت حيوية من هذه الجهة تمريرا رائعة من بلايلي تمريرا بينية هنا لبلايلي رائعة تكون لقطة خطيرة جدا المشكلة على الكوتي كوتي بس كنتم نرى الكوتي كوتي 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 لعبنا على الجهة اليوسرة أدرك أن أعطيكم بعض السيناريوات يمكننا أن نفهمه لش كوتي دروع أولا التفاهم بين شايبي وعطال شفنا بلايلي ايت النوري وبالنصر كانوا يتفاهموا مليح من الجهة اليوسرة مما مام طوقو كانوا يتفاهموا مليح من الجهة الأخرى أسكو شايبي مولفي لعب مع عطال أسكو يتفاهموا مليح هادية مانيش عارف شبنص ما كاش تفاهم ملعبوش بزاف كيف كيف بالنصر و ايت النوري لعبو ديجا في براقي مع النيجر لداروا تحضيرات مام طوقو كيف كيف ربما يتفاهم أكثر دوزيام سيناريو تعليمات المدرب بالماضي وشفنا بلايلي محرز مع شايبي تفاهموا مليح كان يلقاه يلقاه دو فوع يعطيله البالون كما في السيتي كان على خط التاماس محرز وهم مليوتين يدلوا الابل ويعطيله كيف كيف كانوا هذه السيتيواشن بلك تعليمات العنب الماضي قالهم على الجهة اليمنى لازم نكونوا أكثر حذر ذوك عطال ما كاش قاعي طلع وهذه هي المشكلة لم نرى دوزيام عطال محرز كما كنا نرى مع ايت النوري و بلايلي هذه هي لا نعرف كيف تعليمات المدرب قالوا العطال قاعد في الدفاع فقط يقدروا يهاجمونها لكن الجهة اليمنى لازم تكون دفاعية ومن الجهة الي مليهة بلك الجهة اليوصرة قالوا البلايلي و ايت النوري اطلع خطر الجهة اليمنى ضعيفة لازم نطاقهم هذه الجهة الظاهير لأي منتع أونغولا بلك ضعيف كاين امور اخرى لدخل الحالة البدنية محرز عطال لديه حال ملعب مع النادي المحاكم وزيد وزيد لا ندخل في هذه العفاية بالصحة انا اقول لكم ما شفت في الميدان لم ترى دوزيام عطال لم يكن يخرج لا تستطيع تبني هجمة ايت النوري من الجهة اليمنى كان يخرج وتستطيع في السراكة لا تحب اسكي تعليمات المدرب اسكي عطال لم يوجد فزيك لم يحرز لم يتحرك المراقبات الخصم لم ترى مراقبات كبيرة كبيرة لا تستطيع تحبس اللعب التكنيكي لا تستطيع كثيرا لذلك لا نظن لا تستطيع فزيكي لم يحرز لم يحرز في 2019 هذا شيء باينة الظاهير لديه دور مهم في الدولة في الصعود ثانية مع التفاهم مع شايبي يتفاهم لهم هذا تحرك هنا بالنصر تفاهم كبير بين بالنصر و ايت النوري بالنصر فهم ديراكت ايت النوري كان يدخل في دونلاكس والجدار توجه للريواق لتجعل ايت النوري يراوغ لكن اللاعب الانغولي ارتكب خطأ كان تفاهم كبير بين اللاعبين من الجهة اليوسرة و من بالليلي ما شاء الله كان يطلق البالون مراوغش كتر من لازم كان في المستوى هذه هي كيل بجواري دور يقولي البالون يحب يروح له هذه هي المشكلة كي كنا نلعبو في منطقة الخصم هكذا انغولا كانوا قادرين يبغطونا بالمرتدات هنا يا تمريرات عبليلي المحرز اللي ضيع الكورة هنا فتكهلوا اللاعب وتحولوا مباشرة تمركز سياو كاريثي تحولوا ملجهة تمركز سياو كاريثي كادوا يشكلوا لنا خطورة دخلنا في هذا الشوت الأول بالضغط العالي هذه دخلتنا الضغط العكسي الضغط العالي حامل الكورة ما خليناهم شقع غميناهم برمير ميطان الشوت الأول هاديك الانرجي قاعد طاقة هادي خليناها في الضغط كما راكم تشوفو كنا نضغطوا على قاع الكورات كنا نضغطوا عليها غير تلحق لعند أونغولا نبدأوا نضغط عليهم والذي نسترجعها هنا في الوسط الميدان نطلب نسترجع الكورة على المحرز تحول البياء البلايلي لضيع سدد لكن الحارس كان بالمير صاد لا كنا نجعلهم قاعي يخرجوا بالكورة هنا بنجاح البلايلي بالناصر كان أفانسي هنا كيف كنا في منطقة الخصم و نضغط عليهم هذه اللي كنت حاب نظر عليها دخلنا في الماتش بقوة بقوة كنا نحبين نخلفوا ما نعرفوا كسروا الدنيا هذه هي التسيير المباراة بالماضي دخل بالمضيثة من اقوة من عملهم 25 سنة و دخلهم نجاح يعمل بقوة التسيير المباراة ورثم عالي و نصب من الاتقاء يعمل 30 سنة مؤمنين من اصابة أولا كانت من العمل في القوة و الضرز تنبغي باستقل فهمت كيف هكذا؟ انجولا انتليجان هذا المدرب على باله عرف يقرأ اللعب تاعنا على باله تدرس القضية قال لك اسلنا اللعب لهم التحت خليهم يمدوا كلش وهذا ولي ولي لتسير المباراة رحنا دخلنا بقوة خلينا قاعدة سجلنا هدف واحد برك الفعالية وهذا عامل من العوامل اللي خلتنا منتفوقش على انجولا بلك سبب من الاسباب لا نعرف يقول لي انترك غالط انت مهم روما انجولا انجولا تقوموا بروفشيونال قادرين يلعبون معي 90 دقيقة لا يوجد مشكلة انا معكم صح نقوم بروفشيون ونستطيع ان نواجه اي وعد وانجولا انجولا وانجولا انجولا والمدرب يدخل بقوة وانجولا انجولا وانجولا انجولا انجولا المشكلة في هذا السيستم نحن على المع شيئ من المستطhes وانجولا انجولا تستجن حول انجولا انجولا وانجولا وانجولا انجولا طوان وانجولا انجولا انجولا ويجوزوها في الكوتيغوش يحوصوا على الكوتيغوش هنا كانوا قادرين نلعبها في الكوتيغوش ترى المساحة لأعطال لمحرز هذا الجوار الذي هرب في دقيقة ثانية هنا في ديبو ماتش المحرز كان متأخر إماجيني ديلا باس ماذا يحدث؟ بندالب كان في الموعد هنا استرجاع الكورة وقدرنا نتحوله بها فهمتوا البرنسيب لعبنا افنسي وقدرنا بقوة لم يكننا نضع المساحات لذلك يجب أن نحضروا على هذا في المباراة الجاية هناك جهة اليوسرة بلايلي ضيعنا الكورة تحاولوا بها مساحات في ظهر لعبين على وسط الميدان من المساحات هناك كيف ترى محرز ضيع الكورة انتلاق فيها معاكسة من الجهة اليوسرة وليومنا لذلك هذه هي السيطوات التي كانت تشكيل خطورة في الشهوة الأول كما يجب أن تتلقى بعض الهجمات المعاكسة لاحظت مشكلة آخر هو الركنيات أمام طوقه في الماتش سجلنا هدفين وركنيات أمام طوقهم فهذا الماتش فقدنا نستفادهم منهم وقع شيء يوجد أن أضعهم وفقد يتحرك لن تدخل لازم نراجعون لأنه لم يستعمل فقدنا نقع خطة لكورنير لا يكتب ترجمة نانسي قنقر